اشتركوا في القناة واحنا في الموسم التاني لنفس الموضوع موضوع بيمس كل فرد في كل بيت في المجتمع باكمله سواء مسلم او غير مسلم النهاردة بنتكلم عن علامات الحسد وطرق العلاج ازاي تعرف ان انت محسود وازاي تعرف تعالج نفسك خلوني الاول ارحب بالسادة المشايخ فاضلة الشيخ السيد البرديني مرحبا بحضرتك اهلا ومرحبا فاضلة الشيخ ايمن المصري اهلا بحضرتك احمد واهلا بشداخ الكرام في كل مكان الله يكرمك طبعا قلنا هنتكلم عن الحسد وعلاماته علامات الحسد كتير علامات الحسد يجب على كل انسان ان هو يعرف هل العلامات دي موجودة عنده ولا مش موجودة هل هو حاسد او محسود وكمان يقدر يعرف ان هو ازاي تعالج ازاي يعالج نفسه من امراض الحسد ازاي يعرف طرق العلاج وطرق الوقاية من هذا الداء الذي اصاب المجتمعات باسرها خلونا نبدأ الاول مع فاضلة الشيخ السيد البورديني فاضلة الشيخ عايزين نعرف ليه الانسان بيحسد اخوه ليه فيه اخ بيحسد اخوه وليه فيه بني ادم يحسد بني ادم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الانسان يحسد غيره لجهله بربه جهله اولا بعدل الله عز وجل وجهله ثانيا بحكمة الله عز وجل ولو علم ان العدل سبحانه وتعالى لا يظلم واحدا من خلقه وعلم ان الحكيم سبحانه وتعالى الذي يدبر ويصرف امور خلقه بحكمته بجهله يستكسر النعمة على الغير ولو نظر بعين البصيرة لعلم ان الله كرمه وانعم عليه بل ان الله عز وجل اكرم وكرم بني ادم جميعا فقال ربنا جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولجهله لا بد وان يعلم ان الله لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر قال الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير ولجهله ايضا هو لم يعلم ان الله عز وجل قسم الارزاق بين خلقه بحكمته اعطى فلان ولم يعطي فلان بحكمته سبحانه وتعالى وذلك حدث على عهد النبي المشركون حسدوا النبي وقالوا وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون الله عز وجل قسم الارزاق اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فلان اكرمه الله عز وجل فاصبح وزيرا سخر الله عز وجل له عامل في وزارته يخدمه والوزير نفسه يجلس على منصبه ساعات طويلة يخدم الناس ايضا بفضل الله عز وجل وايضا سخر الله عز وجل الطبيب المتفوق لخدمة الناس المرضى ولو كانوا اضعف الناس واخل الناس الله عز وجل سخر بعض الخلق لبعض حتى تستقيم هذه الحياة وهو بجهله ايضا لم يقرأ القرآن ولم يتعلم من القرآن شيئا لذلك يستكسر النعم على الغير الله ضرب لنا اروع المسل في القرآن ففي سورة الحشر على سبيل البسال الحصر الله تبارك وتعالى ذكر سلاسة اصناف من الخلق سلاسة اصناف المهاجرون والانصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اسوق هذا المثال لمن بعدينك يا سيد سايد بس التلفون ممكن صامت أسوق هذا المثال بفضل الله عز وجل لمن؟ أسوق هذا المثال لهذا الجاهل الذي يجهل دائما فضل ربي عليه المهاجرون المثال للمحسود لا للحاسد قد ابتلوا ابتلاء عظيمة ابتلوا بلاء عظيمة هؤلاء أخرجوا من ديارهم وأموالهم نقول المحسود أنت لم تخرج بعد من بيتك على الإطلاق نقول له أنت ابتلت ابتلاء ما أو بلاء ما أذكر مصابك في المهاجرين نقول للحاسد انظر أيها الأخ الكريم أقول لك أيها الأخ الكريم لترجع إلى رشدك أقول لك ارجع إلى الصنف الثاني وهم يعني يا شيخ سيد الحاسد أصلا بجهله بيحسد يعني سبب أننا أحسد حد الجهل يعني يجب على كل إنسان هو يتعلم أمور دينه علشان لا يحسد أحدا أبدا الشيخ أيمن المصري عايزين نعرف من حضرتك إيه علامات الحاسد وإزاي يعرف أننا بتحسد أو بيجي لحاسد وهل في علامات بتيجي الجسم الإنسان بتأثر فيه بيعرف من خلالها أنه هو محصول إزاي إيه هي علامات الحسن اتفضل حضرتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أسأل الله أسأل الله أن يعافينا وجميع المشاهدين من الحسد من هذا المرض يعني العضال أسأل الله أن يرفع الهم عن كل ما هو والوجع عن كل موجوع اللهم إيه لأنه تعب تعب نسبة تتألم الحسد ده بيضمر بيوته ويشتت أسر فنسأل الله العفو والعافية علامات الحسد طبعا فيه نسبة تبتالى مثلا في حياتها في اتجارته ممكن بعد مكان ما شاء الله شغال حلو اتجاره توقف مرة واحدة ممكن من غني لفقير ممكن واحد كان مزق منصب كويس مرة واحدة عمال ينزل واحد كان ذاكي جدا مرة واحدة أصبح يعني الزاكرة عنده ضعيفة جدا واحد كان عايش حياة هادية جميلة في بيته مع زوجته اتقلبت من الهدوء إلى العصبية والمشاكل اتقلبت إلى افتلاق طبعا الأشياء كتير 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 المهم أنا أولا لما لقى التغيير في حياتي عايزة أعرف إزاي أن أنا محسود أول شيء أول علامة أن أنا عارب بيها أن أنا محسود اضطرابات مفاجأة في السلوك والمشاعر ألاقي مرة واحدة كده حياتة لغبطت بقت عصبي جدا المشاعر عندي مفيش ما بحسش ما بعرفش أتذوق مثلا بتعمل أكل مش حاسس بالحوالية أنا عايش أكني عايش كده زي أقول إيه حلوة روح فأول لما لقي نفسي عندي اضطرابات في السلوكيات والمشاعر أبتدى عرف إن ده إيه حسن حسن إبقى دي أول إيه أول علامة تاني علامة اضطرابات في المشاعر اضطرابات في المشاعر والسلوكيات السلوك بتاع بيضغير أنا كنت كويس مؤدب كلام حلو بقيت أرمي كلام مش كويس بقيت عتعصب ممكن ما تنرفز خلاص السلوك بتاعي تغير إيه بقى عرف إن أنا إيه محسون محسون تاني حاجة كره بعض الأشخاص بمجرد رؤيتهم بقيت أما شوف مثلا حدي من قريبة مش طايق أشوفهم زميلي مش طايق أشوفهم الجيران بقيت خلاص في ناس كده أو أغلب الناس لما شوفها أنا مش طايق أتكلم معهم لأن الحسد مصبته لو عرف الواحد إن هو محسون ساعد بي وممكن يبقى وهم نفسه هو مش محسون الوهم ده مصيبة لو هو وهم نفسه هيشك في الحوالين منه هيشك في أبوه أخوه أمه يشك في زوجته يشك في ابن عمه ابن خاله ما هو عنده وهم يعني فيه حد ممكن يوهم نفسه إنه محسون ها دي مصيبة هيبقى بص ممكن يعني يجي له كده وسواس قهري هيبقى بيكلم نفسه طب هل ده يأثر عليه؟ إحنا بقى بناول العلامات ليه؟ عشان أعرف أنا فعلا محسود ولا لا عرفت إن أنا محسود عشان أزيل الوهم اللي عنه الله يفتع عليك ولو عرفت واتأكدت أنا كده استريحت ما أنا لو عرفت إن أنا محسود ده هبتدأ أعمل إيه؟ أخشي بقى لشق الإعلاج إحنا هنتكلم عن إنشاء الله بأخير حلقة يبقى تاري شيء كره بعض رؤية بعض الأشخاص أو أغلبية الأشخاص ببقى كاره إن أنا أشوفهم طيب الإصابة بعض الأمراض العصبية والنفسية ركز يعني شيخ أحمد وكل مشاهدين كده ركزوا معنا في إصابة الأمراض واحد ربك الأول وصلى أستاذنا محمد اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بفي ناس كتير ودي كتير جدا بيجي لحالة عصبية أو نفسية يجري عند طبيب أمراض نفسية ويعمل إيه؟ الدكتور يديله جرعات أو برنامج علاق هو أسان ما عندوش مرض نفسي ولا عصبي فالدكتور يحب يديله يبقى كده بألم هو أساسا ما عندوش يبقى عندو أو يسبب له أمراض تانية لأنه هو اللي في الأصل اللي عندو ده من إيه؟ من الحسد هو محصود هو طبعا لازم أكشب عند الدكتور أول ده حاجة طبيعية أنا مش يعني دايما في ناس يجي له أي مرض فعلا بتاخد بالأسباب ذهبت للطبيب شخص حالتك وفعلا أنت عندك الحاجة ديت عن طريق طبي ماشي هتاخد العلاج تمشي على البرنامج ومشي مشكلة لكن رحت للطبيب واتنين وقالوا لي مفيش أو مفيش أثر فيش فايدة أو الموضوع الحالة العصبية دي مثلا لما إنسان يبقى محصود الحالة العصبية دي أشمعها باستمرار يعني شوها بقى قويس؟ الطبيب ما يقدرش إن هو يشخص العلاء المرض دي بقى بترجع للطبيب ودينته هو ودينه لأن فيه طبيب عايز يسوق كشفي بقى واستشارة وعلاج عايز يكسر وفيه طبيب عنده دين يقول له لا يا ابن العراض دي طب يسأل فيه طبيب زكي وعنده ديانة بيسأل طب هي الاترابات دي جات له إزاي إيه اللي حصل بتاعه لو عرف إنه مفيش مشكلة مثلا أو حاجة في حياته جامدة عشان يبقى لها التأثير على العصبية اللي جات له أو اللي حامل نفسي يبقى هي أعرف إن دا ما رجعه بالنفس خالص يبقى أنا لما ألاقي نفسي بقت جالي حالة عصبية مش باستمرار بتبقى منتقطع حالة نفسية يبقى أعرف إن أنا إيه محسود رابع نقطة كثرت أو كثرت النسيان ينسى كثرت حاجات المهمة بقى ينسى هو معروف بسأنا الزكيطة ومشاء الله قويسة أو هو قويس فلما يبتدي ينسى حاجات كتير وحاجات مهمة بكثرة يبقى يعرف إنه هو محسود بحاجات منستهلش إنه ينساها الله يبتع عليك لأ وبعدين بادة باستمرار بقى ينسى هو ما كانش يتبقى كده أنا مرة واحدة بقيت أنسى وأنسى حاجات مهمة فبقى الموضوع زاد عمال أنسى أنسى يبقى أعرف إن أنا كده إيه محسود محسود ننتقل على النقطة الخامسة بيحصل له ثقل في الرأس زي صداع أو نصف صداع كده بيجي له باستمرار في النص اللي وراء مع واجع في الكتف بيبقى الموضوع ده برضا باستمرار يعني إيه وقت كتير بيجي لأي نفسه كده مصدع وكتف واجعه خلي بالك خد برشامة مسكن صداع مش هيروح مفيس فاين لأن الإلاج الحسد معه أنت زي السح أنت بتاخد مسكن عشان فيه ألم الألم ده أساساً نتيجة عن طريق حسد لو خدت له أهي مسكن مش هيسكت مفيس أصلا فأنا في الحتة دي أبتدي أعرف إن ده إيه ده حسد خلاص بعد كده التفكير بتمرار ووجود صعوبة في السيطرة على الفكر بقى إذا فكر كتير من كتر الفكر أنا مش عارف أركز مش هتت يعني بمعنى صاحة كده نص الزكرة رايحة الفكر حاجة ولا ناس حاجة والنسيان هنا أنا حاس إنه لقي راضي خلي بالك لقي إيه يعني أنا عارف أنا فاكر بس ناسي فأما لقي عندي شروط كده شروط زهني يبقى أعرف إن أنا محسون محسون طيب عشان الوقت بس إشان الموضوع العلمات كتير لو عايزت نتقل ممكن ده نرجع جاز والسادة المشاهدين زي ما حضرتكم واخدين بلكم الموضوع كبير جدا موضوع محتاج إن إحنا نتكلم فيه يعني في حلقات كتير يعني نرجو إن أنتم تتابعونا باستمرار تتابعونا وتركزوا معانا في المشاهدة علشان اللي عنده أي أثر من الأثر ديات اللي عنده أي علامة من العلمات ديات يقدر إن هو يتعالج منها ويقدر إن هو يزيل الأثر ده منه كمان اللي عايز يتابعنا عن طريق الفيسبوك صفحة الشيخ السيد البورديني أو الشيخ أيمن المصري أو يتابعني أنا في صفحتي الخاصة الشيخ الأزهري وكمان الأرقام التلفونات موجودة عند حضراتكم على الشاشة كمان اللي عنده فتوى يقدر يسأل فيها الشيخ البورديني اللي عنده علامة من علامات الحسد أو السحر يتابع فيها الشيخ أيمن المصري اللي عنده كمان حاجة إضافية عايزين نقولها لحضراتكم اللي عنده حلم شافه شاف رؤية شاف حاجة مش عارف يفسرها يقدر يتواصل معايا وأنا إن شاء الله أقدر أساعده في هذا المجال الشيخ سيد البورديني هنكمل عايزين نعرف هنكمل لو الحتة مهمة في عندك حاجة عايز تكملها طب تفضل قول هنكمل بس حاجة مهمة في الأصناف السلاسة اللي ده مهم جدا بالنسبة للحاسد والمحسود إنه إن المهاجرون دول يعني مثال علي للراجل المحسود اللي أفضل منك ابتله الله عز وجل الصدف الثاني وهو مهم الصدف الثاني اللي هو اللي هو الحاسد نفسي شبا ربنا لما ذكر الأنصار ماذا قال الشاهد معنى دي ايه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وزع الفيء بتاع بني النظير أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار لو الأنصار ناس عديد زينا كده كانت تسلل الحقد والحسد وإلى قلوبهم ليد المهاجرهم الشديني من برضه بناصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بعديها باه ولا يجدون في صدورهم حاجة من موته ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ده دي أعلى باه ده أنا بكلم المحسود دلوقتي أنا بكلم المحسود بكلم الحاسد عشان يعرف ويفهم كويس ده هو هشارك فماله ومع ذلك يؤثر على نفسه ويقدم أخوه مع أنه قد يكون محتاج إلى هذا الشيء الذي يقدمه اللي أعلى من كده بألميق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤاخي بين المهاجرين وأنصار يؤاخي بين ساعد بن الربيع ويؤاخي بين عبد الرحمن بنعه سعد أنصار عبد الرحمن مهاجري يأتي ساعد يقول لعبد الرحمن عندي دارين اختر أفضل الدارين وهي لك عندي زوجات وطلق واحدة أجمل للنساء وتتزوجها عندي يقاسم كل أمواله ده بكلم برضو ليه الحاسد شوف اللي عنده ويبدو ليه هو بيعون معه ويه المهاجر يقول ليه أمسك عليك مالا في فضل الله عز وجل أمة محمد غنية بفضل الله عز وجل برجاله وبأهل لمن فضل عز وجل فشوف ربنا يشتغلوا المشهد والذين تبعوا الدارة لمن قبلهم يحبون من آجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على نفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فهو لكم مفلحون وصفوا بالبفلحون والأولان المهاجر وصفوا بالصادقون شوف من تبعهم بإحسان والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخوالين الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤف الرحيم أنا بكلم الحاسد للمفروض أنك أنت تدعو للسابقين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤف الرحيم أكلمه أقوله حبيبك النبي محمد قال في الحديث الذي رواه أنس وأخرج البخري ومسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب اليخي ما يحب النفسه أنت بتحسده وتحقد عليه يعني مش بتحبه أراجع إيمانك والنبي يقول لحاسد جاره في الحديث الذي رواه بوريرة والحديث منتفق عليه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا قيل من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه تحسده عليه ده ربنا اللي أنعم عليه شيخ سيد يعني أمتعتنا والله من الكلمة هذه الله يزيك الله يرمنا عايزين نعرف هل في أسباب للحسن يعني الده ده الشنيد قوي فتاك ده 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 عضال ده يعني صعب عايزين نعرف إيه هي الأسباب وليه الناس بتحسن الناس ليه ما بيعنوش زي المهاجرين والأنصار يعني المهاجرين راحوا للأنصار وأخذوا منهم أسموهم فلوسهم أسموهم أموالهم أسموهم بيوتهم أسموهم حتى في الزوجات وما كانش فيه بعد ده كله ما كانش فيه حسن ما كانش فيه حقد ليه الدنيا تغيرت ليه بقى الإنسان إذا شاف نعمة على حد بيحسده أسباب كثيرة نأخذ بعضها أولا جرت سنة الله عز وجل الكونية على الأسباب والمسببات في سبب في مسبب في أسباب لكن السبب نفسي من قدر الله عز وجل هناك أسباب كثيرة منها التعلق بالدنيا وحب الدنيا حب الدنيا لما تمكن من القلب جعل الأخ يحسد وخار ثانيا العداوة والبغضاء الموجودة بين الناس فلان مثال فلان ظلمك في مظلمة ما في شيء ما أنت غضب شي طبيعي أن قلبك يغضب الغضب تمكن منك وتحرك في القلب مش قادر تاخد حقك منه بتبدأ تتمنى أن أحد الناس يأخذ الحق منه ويظلمه أيضا لما يحصل المصيبة أنت تتشفف وتفرح بهذه المصيبة الذي أصابت خصمك هذا قلبه في حسد بسبب العداوة والبغضاء بسبب المشاكل الأمر الثاني وديه مهم الخوف من فوت المقاصد إيه الخوف من فوت المقاصد اللي بعاز ينال مقصود معين بيتزاحم عليه أديك مثال حتى تضح المقال تزاحم الأولاد عند أبيهم رجل سري عنده مال كتير أولاده كله بيتنافس من الذي يصل إلى قلب الوالد أو ولد كله عاز يصل إلى قلب الأب عشان هو يبرك بواحد في العائلة أثناء التزاحم واحد يصل الثاني بيحقد عليه وبعدين يتسلل الحسد إلى قلبه ويدب الحسد في قلبه لأخيه كما حدث مع إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام الزوجات ده منتشر منتشر جدا موضوع الحسد في الزوجات تزاحم الزوجات على إرضاء قلب الزوج الرجل يتزوج بأكثر من واحدة النساء هنا كل نساء يتنافسنا في الوصول أولا إلى قلب الزوج من يتوصل الأول؟ منتو برقب واحد في النساء لما تصل واحدة الأخرى يتسلل الحسد إلى قلبها ويبدأ الغل وتبدأ تحقد عليها وتحسدها وتبدأ تذهب للسحر والسحراء وتفرغ بيوت كثيرة بسبب تحاسد الزوجات نصر الله السلام العافية وتحاسد الزملاء على المناصب أيضا برضو سبب من أسباب الحسد أو الخوف من فوت المقاصد تالت حاجة ومهمة الحرص على حب المال والشرف والمنصب حديك مثال للنبي بس المشاهدين أكربهم الله يركزوا في المثال ده كويس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك والحديث وراهه ترمزي وأحمد يقول النبي محمد ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ده معنى إيه؟ النبي بتروب لك مثال بيقولك تخيلن في زيب جاعين زيبان جائعان رأوا حظيرة غنم غاب عنها صاحبها لما يدخل الزيب أو الزيبين في هذه الحصيرة ماذا يفعل؟ سيأكل الغنم ويفسد الأمر ويسبح ما تبقى النبي بقولك إن الإنسان الحرص على ماله حرص على الشرف حيفسد دينه أكتر مما يفسد الزياب حال الغنم يبحرص المرء الأخنس بن شريق في الحديث الذي رواهه البيهاقي والحديث بسنة صحية عن سيد بن مسيب الأخنس لما دخل على أبو جهل ماذا قال له؟ قال ما تقول فيما يقول محمد إيه رأيت في كلب محمد اللي سمعته أيكذب محمدا؟ فقال أبو جهل ويحك إن محمدا لا يكذب قطر لا يكذب أبو جهل يعترف أن النبي صادق ما كذب محمد قطر فقال له وما يحول بينك وبين اتباعه قال تنفسنا نحن وبن عبد وناف حتى جسينا على الركب دي كنا عن شد التنافس حتى كنا كفرصي رهان أطعم فأطعمنا وحمل أي حمل الفقير وما شبه ذلك فحملنا وأعطوا فعطينا حتى قالوا منا نبي يتيه الوحي الله وهذه لا نقدر عليها دي حاني ربانية فبزق قلب شبه الحسد فقال أبو جهل والله لا أتبعه ولا أصدقه أبدا آخر حاجة في أسباب الحسد خبس النفس وشحها خبس النفس إنسان خبيس النفس قلبه مش طاهر قلبه مش نقي بيقره الخير للآخرين فمن شحي نفسه يحسد الآخرين نسأل الله السلام والعالمين يا رب يا رب يعني عرفنا أسباب الحسد عرفنا ليه الإنسان بيحسد الإنسان عرفنا علامات الحسد عرفنا يعني أسباب كتير بتؤدي إلى الحسد التنافس بين الزوجات التنافس في الأموال الغل والحقد عايزين نعرف يا شيخ أيمن آآ آآ والجلوس بمفردك دايما الإنسان المحسود دايما بيحس دايما هو خايف قاعد خايف مرعوب ودايما عايز يقعد لوحده عايز يقعد لوحده وهو خايف في الأصل لا هو ما كانش طبعه كده هو مرض لوحده لقى نفسه بقى خايف جاله كده مرض زي مرض الخوف بقى خايف خايف لأي حاجة تحصل له خايف يجرى له حاجة وعايز يقعد لوحده يبقى عرف ان انا ايه محسود من ضمن علامات الحسد ايضا البكاء باستمرار بدون سبب يلي قاعد مع نفسه كده عمال يبكي عمال يعيط الدموع نزلة باستمرار يعمي مالك فيه ما عرفش انا خايف وعمال يبكي والعلامات دي بتبقى كتير كده مع النساء ركز اشيك احمد علامة علامة ايضا من علامات الحسد ازان عربنا محسود كوابس مستمرة بالكلاب السودة بالثعبين بالفقران بالدم بالاطفال الاشياء المخيفة ما انا اشفر بحددلك اوه اللي بيعلم باستمرار بكلاب سودة كلاب محسود تعبين تعبين محسود فقران كوني شوي اعلم انه وش بيشوف فران سحالي في المنام دم واخذ بالك اه يبقى اعرف ان انا محسود محسود علامة تانية اه التعرق والذاتة العرق في الظهر دايماً ظهر بيعرق كتير بيعرق كتير بيعرق كتير يجيه يمسك كوبات الكسر ييجي إسئة القر Okay يعمل حاجة يروح موقح eram عنده يعمل حاجة لا ايرادية ممكن يقول أي لفذ بدون ما يشعر أي حركة لا ايرادية أي حاجة لا ايرادية ابن انت باعger لها كل حركة لا ايرادية سأله انت عملت كدهrange والله اللي معرفش معرفش لوحاجة اوه لوحدي والله لوحدي كسر حاجة عمل حاجة بعوص حاجة اي اي حاجة لا ايراضية انت بصت ليه بيولع في هدومه اه عايز يرمي نفسه من البلقونة او اي ينتعر حاجة لا ايراضية يبقى يعرف انه هو محسود ضعف عام وعدم القدرة على العمل مرة واحدة من النشاط وصحة وقوة لمرة واحدة بقى عايز مش عايز اشتغل مش عايز اتحرك مش عايز اروح شغله يبني ما لك امي هاي غيرات اه انا مالش نفسه اروح الشغل انا مخنوق ليه من غير سبب يحب ينام كتير مش عايز هو با ينام كتير تيجي تو اه ا اه مخنوق مش عايز اروح الشغل يا عم هتتفصل يا عم هايصال لك عتوق ايه انا مالش نفس الشغل طب ايه السبب ايه يقولك انا مش طبي الشغل لوحده يعرف انه هو محسود محسول عدم القدر طبعا والتركيز وان عايز دايما عايز دايما ينام عايز ينام على طبعا لو نام الـ 24 ساعة ينام يبقى يعرف ده الكلام ده هو في أصله كان كويس لكن دي حاجة جديدة طريقة عليه في حياته يبقى يعرف ان هو محسول مشاكل في الدم مشاكل في الدم زي ايه تجلط بقى في الدم ممكن يجيله جلطة الدم مش مظبوط الدم بتاعك مش مظبوط في حياتة بقع زرق في جسمك كتير بقع خضرة بتظهر الدم مش متحرك بدورة كويسة مش منتظم محنت الدم دلوقتي لو مثلا مش شغال كويس مثلا في ايد مش تلاقي دك تقيلة اتنمي رجلك واخد دلك مخك لما بيتفقد الشعور بالتركيز ما هو ده برضك الدم مش ماشي بانتظام ويروح يكشف عند الدكتور يقوله ضغطك كويس والسكر كويس وكل حق كويس طب يا دكتور انا مش قادر او ايد واجعاني ايدي منميلا رجلي مفيش سبب يبقى اعرف ان انا محسود محسود وضعف المشاط الجنسي واحد كان كويس ومرة واحدة لقى نفسه بقى عنده ضعف جامد هو اساسا كويس لسه بصحيته لسه او حتى لو كبير في السن هو كويس فمرة واحدة لقى المضاء ده بقى في ضعف يعرف انه هو ويتشف مثلا كل عاجة جميلة كويسة البورستاتي كويسة يعرف انه هو محسود ده بيشتمل بقى على الرجل والمرأة لكن المرأة بيزيد في حاجات في الحسد المرأة لو الدورة بتاعتها الشارعية ما انتظمتش دي زيادة بقى عن الراجل تعرف انه هي محسود الدورة بقت معادة ما بيختلف ممكن بتيجي بسرعة معادة مستعمدة الله يفتح لك تعرف انه هي محسودة او جفاف في اللبن اللي بتردع تبص تلاقي جفاف وهي كويسة وصحيتها كويسة ولا فيه انيميا ولا فيه اي حاجة مرة واحدة كده فيه جفاف في اللبن تعرف انه هي محسودة محسودة والجلس في المرحاض او في دورات المياه خصص عن النساء وممكن بيحصل مع رجال برضه يخش يوض في الحمام عايز يوض فترة طويلة وقاعد عمال يكلم نفسه يكلم نفسه في الحمام اه يبقى يعرف انه هو محسود شوف فقى العلامات دي كلها اللي عنده علامة بالعلامات دي ايه وراح كشف طبي وما لقاش عنده حاجة يعرف انه هو محسود وان شاء الله يبدل معنا لغاية الاخر الحلقة عشان يعرف ازاي علي جناس طيب يا شيخ ايمان عايزين يعرف يعمل ايه علشان يوقي نفسه من الحاجة دي اللي ثبتت عليه العلامات دي ايه الدور الواجب علي انه يعمله علشان يعني يبتعد عن هذا الداء والله يا شيخ احمد احنا علينا حاجة كتير في المجتمع غلط غلط انا عايز المشاهدين يركزوا معايا اللي ربنا نعم عليه بنعمة الهدوء في بيته ما يروحش يفضل برا يقول انا عايش حياة كويسة ومعايا زوجة ايه ويفضل يحكي على المحاسن بتاعتها بس يا شيخ ايمان يجي يقول لك اه واما بنعمة ربك في حدس لا مش في النعم لما وعد يسألك عامل ايه الحمد لله اوردك عامل الحمد لله حتى لو تعبالين ايه اخبار الشرق الحمد لله لكن بأفضل روح اصلي زوجتي صالحة وبتقيم الليل اهم مالهم اصلي زوجتي بتعمل وتغسل لرجلي يا عامل ما فيه غيرك محروم من النعمة دي واحد عايش حياة ديه اسكت مثلا اللي بعض الخيابة بتاعت بعض الرجال ديه مصيبة يروح يوعد معه مع صاحبه في الكفية واقولها ويحكي وانا وانا واسد ومش اعرف ايه يبصي لها نفس مرة واحدة طب ليه اولا ده حرام ولا يجوز ان انت تطلع سر اهلي بتك بره ودي امور الفراش دي امور سرية تدفل معك انت وزوجتك نفس النظام برضك المرء متعقدش مع صاحبتها او جيرانها وده جوز بيجيبلي ده مخرقني هدايا ده كل شوية يعمل لي مش اعرف يحتفل بعيد ملاد وحيد زواج وعمال يجيبلي هدايا وغيرها حول الله محروم طب ما هتتحسلي اسكوتي هو مش فيها حديث لسيدك نفسها سلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمة محسول انت ربنا كرمك وحتعمل شركة هتعمل اي تجارة اصبر لغاية ما تخلصها خالص وبعد كده اعلن انا الحمد لله ربنا قرمني عملت مصنع الحمد لله ربنا قرمني واشتريت سيارة الحمد لله ربنا قرمني واشتريت شقة الحمد لله ربنا قرمني واخد بانك لكن في اول امر استقصبر ما تبضلش لاني في كتير ايه ده بتعمل شركة كبت منين يا ابني ايه وانت واحد لسه يا حول اولا قوة الايه ده فامورك ايه بقى انا عندي ابن شاطر ازا اللي ما بنشوف دان ابني جاي بتسعة وتسعين في المئة والله العظيم يتصل بايا واحد ابني جاي بتسعين ونص قاعد بقى يتصل والجران والحبايب والاصدقاء قال لي تاني سنة الود مش عايز مش قابل العلم اشخصية مش عايز تعلم كارك التعليم حصل ما فيه العام ده اللي جاب تسعة وتسعين ونص قتله عالسوشيال ميديا ده تسعة وتسعين ونص اشعب تسعة وتسعين ولا مية في المية تاني يوم كان ميت ما تاني يوم السنة اللي فاتت نفس الحادثة بورده حصلت فانت عندك ابن شاطر او يعني متفوق في دراسته بنتك متفوقة او جميلة ما تظهريش مفاتنها ما تظهريش ان ابنك وعمالة بقى انت عارب بقى الاسر يعني بعض الاسر المصرية ده انا ابن جايبش يا صدتي اه دي والله ليس ايك الحمد لله كويس نجح الحمد لله طب جاب كام والله انا تقديره كويس ادعيله لان فيه ناس عندهاش الخير اللي عندك ما هو ايه مشكلة الحاسد انه بيتمنى زوار النعمة من المحسن ممكن احنا زي ما قلنا انت ممكن تحسد واحد بدون ما تشعر واخد برقش يا حمد نخلي بالنا جماعة الموضوع دي وعندنا حرص شوية في المعاملات يعني الناس يا جماعة يخلوا بالهم مش كل النعم اللي نظهرها ونقول عنها يعني الاية واما بنعمة ربك في حديث مش لكل الناس ما نحدثش كل الناس ومش كل النعم نحدث بيها لازم نخلي فيه خفايا فيه حاجة اسرية خاصة بالاسرة ما تخرجش عنها علشان ما نتطرقش لداء الحسن ما نتطرقش لداء الحقد والغل ما نتطرقش للامور دي علشان كل بيت محتاج ان هو يحافظ على نفسه يعني ما تنسوش تتابع معانا ما تنسوش التواصل معانا عن طريق التليفونات أو عن طريق الفيسبوك الشيخ السيد البرديني الشيخ ايمان المصري الشيخ الازهري ان شاء الله نجاوبكم على كل اسئلتكم واستفساراتكم شيخ سيد احنا منتكلم من ناحية الشرائية ومن ناحية الدينية ايه هي طرق العلاج من عند ربنا من سيدنا النبي قال لنا ايه ناقي نفسنا من الحسن قال لنا ايه ناقي نفسنا من هذا الداء العلاج بأحد امرأي العلم والعمل العمل هو عمل والجوارح وده اللي هتكلم به شيخ خامل ان شاء الله في الروق الشرائية والغسل من الحاسد والازكار هتكلم عنه ان شاء الله طبعا احنا عايزين نقول بس للجمهور ان الشيخ السيد البرديني بيتكلم من الناحية الشرائية ومن ناحية الدينية اما الشيخ ايمن مصر بيتكلم من الناحية العلاجية ازاي تعالج نفسك على ارض الواقع ازاي تعالج نفسك من هذا الداء ازاي تعرف العلامات الحاصلة العلامات الموجودة عليك وظهرة فيك ازاي تعرفها وازاي تعالج بيها فالشيخ ايمن بيعالج وبيقي بالرقية الشرائية لابد من العلم يعني العلم لما تأتي معلومة تطرخ القلب واحد كان عاصي زاني فيسمع دعوة او نصيحة من شيخ عن الزنا تطرخ هذه النصيحة القلب فتطرخ القلب فقد تغير حاله ألم يعني الذين أمنوا أن تخشعوا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ممكن آية وكلمة تطرخ القلب اتغير الحد بفضل عز وجل العلم بقول الحاسد اعلم ايها الحاسد أنك ستضر في الدنيا والآخرة سيقع عليك الضرر العظيم في الدنيا والآخرة الأعظم من ذلك أن المحسود في نعمة ولن يضر إلا بقضاء الله عز وجل وقدر الله عز وجل وأقول له اعلم ايها الحاسد أنك تهدي حسناتك إلى المحسود فالمحسود في نعمة أول أمر تهدي حسناتك إلي أولا نقصان الحسنات لما استكسر النعمة على الغير شف واحد عنده نعمة بدأ يتكلم بدأ يحقد بدأ يحسده لما حسده واتكلم في حاوة حقد عليه ستخرج هذه الحسنات من الحسد إلى المحسود لأنه ظلمه ظلم وترتب على هذا الحسد ضرر فادح زلطة اللي قد أمواله راحت فهذا الضرر ترتب عليه حي ترتب عليه حسنات تزب لمين للمحسود هتذرون من المفلس قال المفلس فينا حديث النبي محمد صلى الله نقول له لقد ظلمته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاز لما أرسله لليمن اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فلما ظلمت المحسود داع عليك فلما داع عليك ستعاقب بهذا الدعاء في الآخرة بل إن العقوبة قد تكون في الدنيا فالنبي علمه في الحديث أسنان يعجل بهم العقوبة في الدنيا البغي وعقوق الولدين البغي هو الظلم والقول يقول لا تظلمن إذا ما كنت مقدرة فالظلم ترجع عقباه للندم تنام عيناك والمرلوم منتبه يده عليك وعين الله لم تنمي أنت يا حاسد بتنام إزاي؟ أنا بخاطبه وأقول أنت بتنام إزاي؟ ابتعرف بتنام هو منمشي بيده عليك أنت تدي حسناتك بل إنه قد يأخذ من سيئاتك من سيئاتي فتوضع على سيئاتك والعياذ بالله نقول أيضا بعد نقصان النعمة اعلم أنك أيها الحاسد اختل عندك ركن من أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالقضاء والقدر أنت لم ترضى بتقسيم الله عز وجل بين الخلق أنت لم ترضى بقدر الله عز وجل أعطاه ولم يعطيك أنت تسخط على قدر الله عز وجل ولعل الله عز وجل أعطاك نعما أنت أعظم من النعمة التي تنظر إليها للمحسود مكربوليك ودك زوجة ودك أولاد ودك نعم كثيرة وأنت لا تنظر إليها لماذا؟ لمرض في قلبك يعني احنا نلفت النظر للحاسد أنه شوف النعم اللي عندك هو خسرانًا في كل الأحوال أنت شوف النعم اللي عندك عشان متبقاش ظالم متبقاش باغي متبقاش حاسد يعني ما نظر إلى نعامه ما حسد أحدا وما ظلم أحدا وهو في ألم شديد للحاسد لو إنchte تعرف واحد حاسد هو دائماً في ألم شديد هو دائماً تعبان لأنه يستكسر النعم إليها لشوف دود وشوف دود كلما يشوف واحد يستكسر النعم عليه في ألم في خسران وبعدين أقول له حاجة أنت في النهاية لن تحصل هذه النعمة إليك أنت عملت حسد في الناس مش عديدينك النعمة بل أنت في ألم شديد وهتنال عقوبة الله عز وجل بدعاء هذا الرجل عليك شيخ أيمن كنت تكلمنا كنت حضرتك كلمتين في الاستوديو عن أن الحاسد علشان نعالج المحصود نأخذ مية وضوء الحاسد ونديها للمحصود يغتصل بيها إيه العملية دي ممكن تكلمنا عنها طبعا ده دي رقية السنة النبوية لما عامر حسد سهل وعرفه من الحاسد وانت عندك طريقتين أنا عرفت أن أنا محصود عرفت أن أنا محصود في طريقتين عرفت الحاسد يبقى هل جاء ليه عشان هو ألاقيه هي طلعني من المطب اللي أنا فيه والحاسد اللي حسده لي طب ما عرفتوش يبقى عندي بقى الرقية الشرائية البديل أنا عرفت الحاسد سم عامر حسد سهل والنبي صلى الله عليه قال له عامر قال كده وكده خلاص تعرف مين الحاسد قال النساء سلم يا عامر توضأ توضأ بالماء ثم اختسل سهل بماء وضوء الحاسد فبطل الله رجع كما كان وكأنه لم يصبه شيء أو كأنه لم يصبه شيء طيب يا شيخ على طول في ساعتها افرد إن أنا حسدتك بس أنا مش عايز أقولك إن أنا حسدتك أنا مش هديك الوضوء بتاعي أنا مش هتوضأ أنا بس خليك عشان نكمل نقطتين مهمين أنا عرفت الحاسد بمطلب منه ما هو إنت لما أنا عرف إن أنا محسود بفتش زي موعد بيجي لي مثلا بيقول لي على أعراض بعرف إنه محسود أقول له ركز كده معي واحضر بالذكرة اليوم اللي إنت تهبت فيه إيه المواقف اللي حصلت لك هيقول لك مثلا آه ده أنا قبلت واحد أو لما قلتوا ده أنا جبت حرابية جديدة مثلا يا إيه عمي ده ده عربية جامدة قوي مسابت مسابه مش أو آخر اليوم اتعملت حادسة اللي عرفت قلبت وهو حالته الضهورت مثلا أو قبلت شخص وإيه لأني لابس بدل إيه الشياكة دي دي هتاكل من عليك حت واجي بعد شوية حصل له تعب تعب أي أن كان فهو بيفتكر افتكر أن فنلندا قال كلمات فعرف أنه هو الحاسن الحاسن أنا كده عرفته بقول له بعد إذنك اديني ميا وضوءك اتوضع واخد المياه بتاعته دي ويختسل فيها المين المحسود ممكن نجباله بترأشيك والله في كذا واحد إحنا يعني كانوا موقديين مثلا في المكان الفلاني أو في الفرح أو العفلة لأن بتحصل حاجات زي كده كتير ويقعدين شلت صحاب فاحنا واحد قال كلمة وأنت قلت كلمة فأنا عايزين نغرف فاحنا شكين في جزا واحد فبعد إذنك يدينا الوضوء بتاعك ناخده بس عشان الرجل لو محسود يبقى بردك ربنا يعافي مني أدي أقول طريقا الطريق أنا مش عارف أنا محسود مني اللي حسدني ما ممكن واحد يحسدك من على بعض قلتين كلمة يعني بيتكلمون في سلتك وعملني أطعف فيك واحد منهم يكون شديد يحسدك من على بعض صح أنا مش عارف هعمل إيه يبقى بالرقع الشراية بسيئة أنا أستسلم أعلم أنا وأعلم عائشة رضي عنها استرقي لنفسك أو نفسك يا عائشة طبعا الرقيق أنت تقول إيه بسم الله أرقيق أنت ممكن ترقي نفسك حدي في البيت يا رقيق واخد بالك بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسن الله ويشفيك بسم الله أرقيق دعاء تبدل الأذكار بقى قراءة القرآن أفضل أقرأ وسبح وأهم شيء الدعاء سنب صلم لما عرف أنه مصحور عمل إيه أول حاجة لجاءها للدعاء لإني أنت وان النافع فأنت الضدى وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله يبقى أنت من اللي يرفع عنك هذا الضر يبقى تلجأ لمن أول هذا يا رب إيش فيني يا رب أنت الشافي وأنت العافي ابكي بقى ربنا مش ده بتلأ والشيخ سايد قالك ده بيأخذ على أجر وحسنة ما أنت دلوقتي بتليت أنت في نعمة خلي بالك المحصود ده أنت في نعمة الساعات الواحد ينسى في الدنيا يا شيخ أحمد بيحتاج بس ربنا بيأخذ بيحتاج إيه يسمع صوتك أليم مناجاتك وانت بترفع ايدك كده وبيتقول يا رب يا رب شفيني يا رب رفع عني ربنا محتاج بس يسمع أليم مناجاتك وانت بتقوله يا رب نحن بنبعد كتير قوي عن ربنا المسكين محتاج مناجات الله كلنا مساكين يا مولانا كلنا مساكين محتاجين نرجع لنا ربنا يا شيخ أحمد الدعاء محتاجين من روك يا الشرايبة وفي أسقار كتير يعني شروعات الوقت اللي يسعنا فالدول أهم نقطتين إننا ناخد مأوضوء الحاسد واختسد بيه بفضل لف ساعتها كل الحاسد يا روح يا إما من روك يا الشرايبة شيخ سيد فيه طرق تانية من ناحية شرعية للعلاج من الحاسد تمام احنا تكلمنا فيما بتكلم عن العلاج بكلم الحاسد بعلق الحاسد الأول الفقر الفاتد أنا شايف إن حضرتك نتكلم دايما عن الحاسد أنا المحسود جايه لا جاي جاي لا ده واحدة بس الحاسد أنا بكلم الحاسد لو الحاسد ربنا عفاه حيضرره حيبتعد عن الجميع يعني الكل هيعافى بفضل الله أنا كلمت الحاسد طوله يعلم أنك في خسارة فأضحاء أنت في خسارة على طول الخط لكننا دلوقتي أكلم المحسود أولا أقول له عليك بتقوى الله عز وجل المحسود قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب أقول له عليك بالصبر عليك بالصبر قال الله يا أيها الذين من استعينوا بالصبر والصلاة وربنا قال بكلم ربنا المحسود إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أنت محسود وتضرب هذا الأمر وفي ألم شديد اعلم أن أجرك بدون حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ثالثا أقول للمحسود توكل على الله عز وجل واعتمد على الله واخذ بالأسباب المتاحة من اللقاء الشرعية والاقتصال وغير ذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه أقول أيضا للمحسود ده الكلم ده كله لمن؟ محسود للمحسود بقول للمحسود لا تنشغل بالحاسد وللمسحور لا تنشغل بالساحر ولكن تعلق بالله تبارك وتعالي أقول أيضا للمحسود أيها المحسود تعلق بالمسبب ولا تتعلق بالسبب إن المسبب هو الله والسبب من القدر والقدر بيد الله عز وجل وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك تيقن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا إيه إلا هو الحتة المهمة برضو إذا بنت قلت فابلي كده موضوع إخفاء النعم إخفاء النعمة بتاعتك مثال بسيط يعني داعب المشاهدين واحد ده حصلت فعلا في قرية من قرى فاقوس سريعا 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 أراجل دخل وبيحسد طرق الباب كله خاف دخل دخل شاره كل شيء دخل قعد معهم بص ليه تلفزيون الوحيد اللي شافه التلفزيون قال التلفزيون بتاعك الشاشة بتاعته عامل زي السينما فرع ألبوه على طور أهم حاجة بها في موضوع علاج المحسود أقول له عليك بإطفاء نار الحاسد دي مهمة جدا ولن يستطيع فعلها إلا المخلصون الموحدون عليك بإطفاء نار الحاسد بإحسانك إليه صعبة؟ لا استنى ده في حاجة مهمة عليك بإطفاء نار الحاسد بإحسانك إليه قال الله عز وجل لحبيبي محمد قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين معناه أن تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك والنبي عفى كان مثالا عاليا في العفو صلى الله عليه وسلم شيخ أيمن رسالة رسالة زيما الشيخ سعيد قال أنت عايز تحيم نفسك من دمي الوقاية أن أنت تتصدق أنا مثلا بمر بكل الطواقف وكل قدام مني الغني تبصت لها مثلا شغل عنده عمال العامل الخاص مثلا في الفيلا الفراش أو 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 تبصت لها ما بيحسنش إليه ويبدأ تبقى يجيب شوف ربنا موسع لي مش عايز الديني شوف ربنا بيديه لقد ديه والله العظيم الناس في الأعياد مثلا في عيد الأضحية بيجي يقول لك يا عمي هو رجل أنت شغال معه ده قال لي والله حتى ما تدني كيلو لحمة لا حول ولا قوة إلا بالله طب ممكن يوضي يبدل يحسن فيك أو أنت الإحسان يحسن إليه يا أخي إسبق عليك ده كله أنت ربنا موسع لك وأي واحد محتاجه أقدمها له أنت مش ممكن ما تسلمش منه فأنت أنت ربنا موسع لك اعطي وخلى عندك حسان ويا جماعة يا جماعة بلاش حكاو كتير أنت ربنا مديك نعمة حفظ عليها واكتم عليها ربنا مديك نعمة حفظ عليها ودايما دايما حصن نفسك أخرج من بيتي أنا أولادي أحصن نفسي بلقيا أقرأ المعوذتين في إيدي كده أخذ بلك كما علمنا نفس السلام وتمسح بيها على جسمك أخرج مستحيل مستحيل إن حدي يؤذيك اقرأ أثقار الصباح والمساء مستحيل لو شيخ لأ هو مش شيخ بقى يعني كبير الحساب كبير العوائل أبدا ما هيقدر يمسك بالسوء ولا يتأبك ليه اللي انت محصن نفسك يا شيخ أحمد آية الكرسي مهمة جدا الذي يقرأ آية الكرسي صباحا ومساءا لا يزال عليه من الله يحافظ حتى يمسي ده كلام ده محمد صلى الله مهمة جدا موجودة في أكار الصباح والمساء هو يركز عليها وكمان هو بيصلي المفروض بيقرأ آية الكرسي بعد الصلاة الصلاة في جماعة عقل كل صلاة الوضوء باستمرار الناس ما تستطلطش بحاجة دي صلاة الجماعة بتحصنك من أي عين من أي سحر الصلاة في وقتها وخصوصا في جماعة الوضوء باستمرار يا شيخ أحمد حتى لا أمر بيش وقت صار أبقى متوضى يا شيخ سيد أبقى دايما طول ما انت متوضى أبدا لا عين ولا حزد ولا سحر انت كده بفضل الله معلش يا شيخ أحمد انتهت حلقتنا النهاردة سادة المشاهدين في انتظاركم إن شاء الله في اللقاء القادم يوم السبت من كل أسبوع في تمام التاسعة صباحا في قناة الصحة والجمال نلتقيكم إن شاء الله في اللقاء القادم